عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً للاطمئنان على إجراءات تنفيذ الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى التنصيق مع مسؤولي هيئة الرقابة الإدارية لاختيار الأسر المستحقة كما ستقوم وزارة التموين بالتنصيق مع وزارة الدولة للإنتاج الحربي بإصدار قوائم الذين سيصرفون هذه السلع كما تطرق الاجتماع إلى الاطمئنان على صرف التعويضات لأسر الضحايا والمصابين في حادث كنيسة أبو سفين الذي وقع يوم الأحد الماضي حيث بدأ بالفعل صرف التعويضات لأسر نحو ثلاثين من المتوفين